فيفي عبدو دائما بتكون عنوانا للجدل لمعارك مختلفة لاتهمات متبادلة ناس تأيدها وناس تبقى ضدها تعمل مائدة رحمن مثلا تلاقي في جدل تاخد الأم المثالية في جدل ناس تهاجم وناس معاها تعمل بعض عمال الخير هتلاقي في ناس بتهاجمها وناس بتدافع عنها تروح كاس العالم الناس تحملها مسئولية الهزيمة في كاس العالم وتحملها مسئولية صفر المنديالية ليه هل فيه ازدواجية عند الكثيرين في المجتمع يعني الناس ممكن يحبوا يتصوروا مع الفنانة لكن عند لحظة معينة أول ما بتبقى فيه مشكلة فيه أزمة فيصوبون مدافعهم على الفرق وهل فيفي عبدو تحديدا فيه مشكلة متعلقة بيها هل اسمها يثير كل هذا الجدل وكل هذه العواصف حنسألها وحنتكلم معاها ده أول لقاء لها بعد عودتها من روسيا بعد صفر المنديال واللي كان فيه تعليقات مختلفة من قطاعات مختلفة أيضا من المشاهدين حنتبعها معاكو وخلونا نحييها أولا فيفي عبدو أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ وائل إزايك حلو أول ربنا يخليك أولا بقول مساء الخير سادة مشاهدين طبعا بكل الناس اللي بتفرج علينا وعلى أستاذ وائل الإبراشي من الناس اللي الناس دايما بتحب تتبعهم وتتبع أخبارهم ومواضيعه ومواضيعها حية ومواضيعها جميلة وأنا حبيت الحقيقة يعني لما قال لي قلت له لا أنا لازم أطلع أنا أتزلمت بحاجات كتير جدا ولازم أرد على الظلم ده طيب وأنا حبدأ معك بس أولا ليه بنفسك بتبهج وإنت ظهر حزين يا أستاذ وائل أنا غالب أستاذ وائل إبراشي يعني مش لازم ألبس لك الحتة اللي على الحبل وبعدين اللون صحصح كده لون الحياة لون جميل البربر أنا بحبه أو الموفي يعني بحبه جدا أنا لسه أقول لكم صلع بالحي الأغنية الشهيرة ليه بنفسك بتبهج وإنت ظهر حزين بس إن شاء الله نبهج الناس في الحلقة بإذنك يا رب إن شاء الله إن شاء الله ما كنتش الظهر الحزين إن شاء الله خليني بقى مدام في في ترجمة نانسي قنقر